بمعنى انه اه جمهور النادي الاهلي مش حينسى الى 12 سنة ولكن مش حينسى موقف كابتن احمد فتحي في جميع او في معظم تجديد مع النادي الاهلي او لن ينسى موقف كابتن احمد فتحي مع النادي الاهلي في معظم تجديداته وفي اخر قرار اتخذه هو حر وهو له شأنه وكل التوفيق لكابتن احمد فتحي خلال الفترة القادمة ولكن انا هنا لما باجا اتكلم باتكلم علشان اوضح لحضراتكم كل الحقائق اللي هي بالصدفة البحتة تم توضحها من قبل كابتن نادر شوقي على احد المواقع على موقع في الجول وبعض المواقع الاخرى اللي كاتب هذا الموضوع وبالتالي الموضوع شارح نفسه الموضوع واضح كابتن احمد فتحي قرر ان يترك النادي الاهلي وقال الحقيقة كابتن احمد برضو نزل بياني النهاردة بيان طويل جدا الحقيقة طبعا بيتكلم اكتر عن احمد فتحي كابتن احمد فتحي قرر بيان قال فيه بداية احب ان انفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين ادارة النادي الاهلي العظيم فلا داعي لنشر الدعاءات عارية عن الصحة حول علاقاتي بهم او وجود خلافات معهم فلا يصح جملة وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني انا كعاشق للنادي الاهلي واضارته التي لم تتدخر جهدا في توفير كل سبل الراحة والظروف لانهاء اي خلافات مزعومة او غير صحيحة قال كابتن احمد فتحي ايضا بعد اكتر من اتناشر سنة من العطاء داخل جدران بيتي النادي الاهلي محققا انجازات لم تكن لتتحقق لو لا ارتداء شعار النادي الاهلي العظيم فقد استخرطوا الله واعتقد ان هذه هي اللحظة المناسبة لازدال السطار والبحث عن تحدي جديد هو ده طبعا بيان طويل جدا قاله كابتن احمد فتحي او كتبه على صفحته على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر اتكلم فيه عن حبه للنادي الاهلي وعن خلال تقضيته لفترة طويلة جدا اتناشر سنة من العطاء ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك وما فيش حد حيبتدي او ما فيش حد حيقول ان كابتن احمد فتحي مداش النادي الاهلي خلال اتناشر سنة من العطاء وبطولات كثيرة جدا 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 ولكن لا احد سينسى موقف كابتن احمد فتحي مع النادي الاهلي مؤخرا